دفعت إسرائيل عن هجومها في رفح الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية اليوم زاعمة أنها تتصرف دفاعا عن النفس وأبلغ كبير المحامين المماثلين لإسرائيل المحام جلعاد نوام أبلغ محكمة العدل الدولية بأن الحرب ضد حماس في قطاع غزة هي مأساوية لكن لا تصنف بأنها إبادة جماعية على حد زعمه وطلب جلعاد من محكمة العدل الدولية رفض طلب جنوب أفريقيا بإصدار أمر بانسحب إسرائيل من قطاع غزة هذا وتواصل محكمة العدل الدولية جلسات الاستماع في الطلب المقدم من جنوب أفريقيا بشأن الإبادة الإسرائيلية للفلسطينيين في قطاع غزة